ترتبط القاهرة مع بكين بعلاقات متميزة ولم تقتصر تلقى العلاقات على الشق السياسي منها بل امتدت لتشمل القطاعات التجارية والاقتصادية ونتج عن التوسع في مجالات التعاون الثنائي اكتساب العلاقات بين البلدين زخما كبيرا وانطلاقا ملموسة ومتميزة لعلاقات أكثر استقرارا وثباتا في وجه مختلف التحديات علاقات اقتصادية وسياسية قوية تمتلكها مصر مع الصين حيث تدعم بكين القاهرة بشكل كبير سواء من خلال التمويلات والمنح أو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر واكتسب التعاون الصيني المصري متانة في ظل الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي للصين وكذلك انطلاقة ملموسة ومتميزة منذ أن وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم بشأن بناء الحزام والطريق في يناير 2016 وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج لمصر ودخلت معها العلاقات الصينية المصرية مرحلة جديدة من تعزيز التفاعل والتعاون وتعد الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس ووفرت منطقة تيدا الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3000 مصرية فضلا عن الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة وفي عام 2017 تم التوقيع على عقد إنشاء أول خط للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر مع شركة أذك الصينية باستثمارات تصل إلى مليار ومائتي مليون دولار أمريكي على امتداد 66 كيلو مترا تضم 11 محطة وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13 مليار فاصل 87 عام 2018 بزيادة بلغ 29.3% عن نفس الفترة من 2017 لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر ووصل حجم الواردات الصينية إلى مصر بنحو 8.7 مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغ 28% كما بلغ معها حجم الصادرات المصرية للصين 1.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين وشهد عام 2020 تطور التعاون الصيني المصري حيث حقق إنجازات في كافة المجالات وبلغ حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين 10 مليارات و200 مليون دولار أمريكي حيث ازدادت بنسبة 6.6% بالمقارنة بالعام السابق عليها في حين تجاوز حجم الاستثمارات في نوفمبر من نفس الفترة لأكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي استثمارات صينية زادت وطيرتها في ظل ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي وما حققه برنامجها للإصلاح الاقتصادي من نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد ووكالات التصنيف العالمية وكلها مؤشرات تشجع على الاستثمار في مصر والتجارة معها والثقة في قدراتها في ظل المشاريع العملاقة التي ينفذها الرئيس السيسي في البلاد ترجمة نانسي قنقر